اشتركوا في القناة بعد بؤر تلوث افسدت جمالية المكان وارقت المواطن في انتظار حملات نظافة ناجعة تحيئة الشواطئ بالمهدية عمل متواصل ينجح الموسم السياحي وخلق ظروف صياف مرحة مرحبا مجددا مع موزة رياحة شهيل الأخيرة والارتفاع المسجل في درجات الحرارة بكامل جهات البلاد زادت حدة اشكال الانقطاعات المتكررة في مياه الشرب وضع أرقى خاصة متساكن المناطق الداخلية والجنوب التونسية صورة عن هذا الوضع الصعب في فترة الصيف من ولاية تطوين في ولاية تطوين في مناطقها الحضارية والريفية الحال ذاتها انقطاعات متكررة ولمدة طويلة للماء الصالح للشراب زادت حدتهم ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة في الأماكن الجاية مرتفعة شوي يوعدوا بالأسبوع بالثماني ايام بالخمسة ايام من غير ما راح طارق ماما يلقاش حتى مش يخصر كسرونها لحاجة خاتم مني لستبالة ما عنديش مانا الداخل في الداخل والحال شيني بعد تالي جيك ورقة الماء هي توي جيك يعرفوا يسقطوا معنا خمسين ناد ستين ناد مشي سوعة ولا سوعة ونصف ليل فنهار قعتوا نهار ما ناش مانا معنا ما ناش حتى مش ناشربوا معناش فمتوا لا شي غريب عام حرف السنة هذا السنة دهاني جاي بشخلص طواني فاتورتي بيتين الف في غمرس واسمار وابنيمهرة وفي مختلف المناطق بمعتماديتين تطوينة شمالية والجنوبية انقطاعاته المتكررة والسبب ذاته بحسب مسئولي اقليم شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه ناتيا عموما كما قلت لك على الارتفاع في الحرارة وسبب حتى انقطاع الطيار الكهربائي في بعض الاماكن اللي سبب ذاته وانقطاع هذي كان مفاجئ سببنا اعطاب في معظم المحطات الضخ ان شاء الله في الفسويعات الجايين ان شاء الله نكونوا تغلبنا على معظم الاعطاب وتبدأ الأمور راجعة بشوي بشوي في ولاية تطوينة التي يتحدث فيها الخبراء عن وجود أكبر مائدة مائية في الجمهورية التونسية المعادلة الصعبة المتوفرة الآن مائدة مائية بحسب هؤلاء هائلة وانقطاعات متكررة للمياه وتشكيات مستمرة من المواطنين الصورة لا تختلف كثيرا عن تطوين فبين المعاناة والانتظار للظفر بقطرة ماء تروي الرمق وتقضي الحجية يمضي متساكن عديد المناطق بمدنين أوقتهم في بنجردان أيضا يتواصل إشكال الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب ما يستدعي فعلا التفكير في البدائل من أجل مطلب حيوي الماء الفوز ببعض اللترة من الماء في أخير ساعة الليل لمن استفق بعودة سيالان الماء الصالح للشرب من الحنفية بعد انقطاعات متكررة صورة تكاد تكون يومية مع كل فصل صيف زادت من حدة معاناة متساكن منطقة العمرية من معتمدية بنجردان معاناة تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام الماء مهنش خلاص لليلة نهار الماء اللي عنداش فاسقية هانا يستعمل منها شويلا ما عنداش هذا يحبس في الليل راه يرجع ماذا ساعة متع الليل اللي عنداش بودين يعبيهم يعبي منهم ريحة اللي ما عنداش اللي فيخ عقب الليل بيصور ريحة ما ينوضش هذا يبقى دكة الانقطاعات المتكررة والاضطرابات الحاصلة في المياه الصالحة للشرب بهذه المنطقة هي عينة من مناطق عدة في كامل معتمدية بنجردان وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين يوضح فقمت شوية الوضعية في بنجردان في تزامنة ارتفاع درجة الحرارة واتفاع الطلب على المياه الصالحة للشرب وتزامنة مع عطب على مستوى بئر المرصة ذي اللي زود في محطة حليا بنجردان طوح علينا نقوم عليها باش نحوها للمداخة هذية باش يعادل تركيبها وتصلاح ويعادل تركيبها وان شاء الله دوبما نكملوا للشغال هذية يرجع للتزويد العادي متاع المنطقة هذية خاصة للمراطق المرتفعة في معتمدية بنجردان امام النقص بخمس عشرة بالمئة في نسبة توزيع المياه نقص ينتظر ان يتم تجاوزه مع انجاز مشروع محطة تحلية المياه الجوفية في السنوات القادمة اشرف رئيس الجمهورية الباجية قيد السبسي اليوم بقسر قرطوش على موكب تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطرة المبارك الموكب حضره رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية ورؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الاحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب الى جانب اعضاء السكر الدبلوماسي المعتمد بتونس لدول الاسلامية ورؤساء الكوتل النيابية واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للجيوش والمجلس الاعلى لقوات الامن الداخلية في ولاية جندوبا يواجه قطاع الزراعات السقوية الفصلية عديد الصعوبات ما اثرت على المردودية الزراعية والانتاجية وذلك بسبب نقص مياه الرأي وغياب استراتيجية واضحة لتجوز اشكاليات القطاع الفلاحي حسب الفلاحين هي عينة من الاذرار التي طالت القطاع الفلاحي بولاية جندوبا بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الرأي بمختلف المناطق السقوية لتزداد معاناة الفلاحين وتتعمق مشاكل القطاع الفلاحون حملوا الهيكل الفلاحية المسئولية منتقدين ما اعتبروه غياب استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع ومطالبين السلطة الاشراف بالتدخل لانقاذ ما يمكنه انقاذه ناخذ في تسعة سوايا حدشان ساعة ماكسيما في الاسبوع في الاسبوع اللي هي طماطم مثلا توت حبال حدشان ساعة في النهار معاناة انتع الماء انتع نقص الماء انتع الشح الماء اضرار كبيرة في كافة المزرعات في كافة الواحدة نحن رأينا في جندوبا قاعدين ننمولوا في تكامل تراب الجمهورية بترسك في 30% من المنتوج الوطني لان اليوم اصبحنا في خسارة خسارة كبيرة وزارة الفلاحة ارجعت هذه الانقطاعات في مياه الري الى الانخفاض الملحوظ في منسوب المياه بالسدود جراء العوامل المناخية التي شهدتها بلادنا خلال هذه السنة اضافة الى ما اعتبرته تطورا في المساحات المزرعة وضعه ثم لجنة تتلقى على عين على المكان وضعه نجمون اعتبرها في غالبها في غالب زراعات التي توقع معانتها هي وضعه عاده اذا كان معانتها ثم بعض معانتها القطاع واثته معانتها نشوفوه وخلال اجتماع مغلق بمقر الولاية جمع والجهة بعدد من الفلاحين وممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية تعهدت الهياكل الفلاحية بضخ مزيد من المياه إلى المناطق السقوية وتكوين لجنة تتولى تقليم الأذرار للنظر في إمكانية مساعدة الفلاحين المتضررين كشفت وحدة الأبحاث في جرائم الارهاب الوطنية تابعة للحرس الوطني بالعوينة في الـ 26 من هذا الشهر كشفت شبكة تمويل عناصر إرهابية تونسية فرها بسوريا وتنشط بين تونس وليبيا وتركيا وتضم هذه الشبكة جنسيات مختلفة كما جاء في بلاغ صدر البارحة عن وزارة الداخلية أن الشبكة تحول أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا أين يتولى أحد عناصر الشبكة وهو تركية الجنسية يتولى تحويلها إلى سوريا وأكد البلاغ أيضا أن أغلب العناصر التونسية المشتبه فيها ضمن الشبكة مقيمة بجهة بنجردان من ولاية مدين وأثبتت عملية التتبع أن جميع عناصر الشبكة يمتهن المتاجرة بالعملة الأجنبية انتظمت اليوم أمام منطقة الأمن الوطني في كبلي وقفة احتجاجية بمشاركة أغلب الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية وسجون وأصلاحها وقفة رفع خلالها المحتجون شعارات تنادي بضرورة الإسراء باستني قانون يحمي الأمنيين أثناء عملهم وتفعيل صندوق التعويض على الحوادث التي يتعرضون لها وعقبت هذه الوقفة مسيرة جابت أبرز شوارع مدينة كبلي باستعمال السيارات الإدارية موشحة برايات الوطن ومستعملة المنبهات الصوتية وطلب المحتجون خلال الوقفة بوضع حد لنزيف الاعتداءات التي باتت طالهم وأخرها الاعتداء على الدورية الأمنية ببر لحفية في سيدي بوزيدة بالزجاجات الحارقة لا يزال الملف البيئي يمثل معضلة بعديد الجهات مثال ذلك القيروان وتحديدا بمنطقة رقادة التي كست الأوساخ والفضلات كل الأماكن وضم كارثي لا طالما تضمر منه الأهالي المطالبين بحلول لمثل هذه الوضعية هنا في منطقة رقادة أينما تولي وجهك تجد الأوساخ قد تنثرت بجانب الطرقات وقريبا من المنازل حتى أن هذه الغابة التي تعتبر متنفسا قد تحولت إلى مصب للفضلات والقذورات وقد أثر ذلك بشكل كبير على حياة السكان والله مشكلة جديمة مش هي مشكلة جديدة ذي بريسك كل عام ونحن نعانو كل مرة ونحن نعانو أكثر من هك معناها تشوفها الزبالة كانت مطيشين هكا في ماشا وتقرب ماشا وتقرب ماشا وتقرب لين وصلت للمجمع ساكني هذية دياء بيت ونوم ونعرفوش وما نواش واشا ونموش وحشرة تيمة والله مشكلة الزبالة هي مشكلة أكبر مشكلة توا قاعدة صايرة في رقادة بسيفة عامة رقادة توا ضم سبع عمادات سبع عمادات تابريسك لكلهم السبعة يعانوا من نفس الاشكالي ونفس المشكلة اللي هي الزبالة الزبالة هذية كتوفوا فيها روحة للمساكن للمانات قل عمران معناها تولين نعانوا ونقاسوا ثم تقصير كبير أخويا لحقيقة واحد يقولها معناها ما فهميش معناها لهوة بنظافة معتمد القيروان الجنوبية ورئيس نيابة الخصوصية لبلدية رقادة اعترف بوجود إشكال بالنسبة لرفع الفضلات وأكد أن حملات دورية للنظافة ستنطلق هذا الأسبوع إن شاء الله عيننا الأوساخ وقمنا بالتحول على المكان وأحصيناها عددا إن شاء الله سيقع معالجتها وتدخل فيها سريعا بالتنسيق مع بلدية الأم للقيروان لأن بصدق بلدتنا مازالت جديدة محتة نعدى بالمواطنين إن شاء الله في مدينة رقادة وفي معي مدينة رقادة إن شاء الله يقع تدخل دوريا كما كان في السابق نحن هذا شغلنا شغل ويذكر أن رقادة تقع على الطريق الوطنية رقم أثنان ويوجد بها المسكن الوظيفي لوالي الجهاء تتوصل عمليات تسجيل الانتخابات البلدية القادمة في مختلف جهات البلاد زيارة إلى ولاية قفص التي سجلت نسبة تسجيل ضعيفة بالقائمات الانتخابية مسألة أكدتها الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة مرجعة ذلك إلى عدم الانطلاق فعليا في الحملات التحسيسية الإقبال وعلى تسجيل في الانتخابات البلدية ما زال محتشما بجهة قفصة المشهد السياسي في البلاد عصف بأحلام عريضة للشباب وكان من ضمن أسباب عزوفه على التسجيل في الانتخابات المقبلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سخرت جهودها لتجاوز هذا الإشكال من خلال إيجاد أسليب وطرق جديدة هدفها توعية الشباب بأهمية العملية باعتبارها واجبا تجاه الوطني والمواطن نحاول نقنعوا العباد باش سجل الانتخابات البلدية على خطر مسامش قبل كان ما حكيتش معاه وقنعته مش تحكي معاه تحكي معاه وتقنعوا باش ينتخب سينوه ما ينتخبش اللي هو مش مسجل بطبيعته يزيد ما يحبش يسجل مراكزين على الشباب على خطر هو مش مسجل ونعملوا في فور باش نقنعوه باش يسجل بشوي بشوي احنا اللي هارل أول المعنى بدانا بشوي بشوي نهارل أول شوي وبعد بدو يفهم بشوي بشوي كيفيش معناها إن شاء الله معناها من هنا العشرة قوت معناها يكثر لقبائل نهار 19 جوان 2017 الحمد لله كان الانطلاق موفق بما أن المكتب القارر كل كانت تخدم الواحدة وعشرين مكتب قارر اللي موجودين في البلد في قفصة كانوا يخدموا تبقى عملية الأقبال محتشمة شوية إلى حد الآن سجلنا ما بين تزيير وتحيين ما يقارب الألف تزيد شوي احنا في قفصة الفئة اللي هي تنجم تتخب ومزات مش مسجلة في حدود 93 ألف ناخب غير مسجل محتشمة شوية العملية احنا مليزو بلكيفيش انتعنا الأهم أننا نكون متواجدين في المناطق الكوليكية وأي مواطن يحب يسجل يكون يلقى اليزيمة موجودة بشتسجلة عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة يعكس بوضوح رفضهم أن يكون مجرد أصوات توظف في الانتخابات شباب تحتاجه تونس لأن يشارك في عملية تجديد الدماء في شرايين النظام السياسي والاجتماعي للبلاد وأن يساهم في حركة التنمية المستدامة تعد مدينة المهدية وجهة الكثير من المصطفين والسياحة نظرا لجبالية شواطئها ومياها لذلك تمثل تهيئة الشواطئ مسألة أساسية لإنجاح الموسم السياحي لأن تدخل وكالة تهيئة شريط السحلي هذه الصائفة للتنظيف وتهيئة يبدو متأخرا رغم انتلاق موسم الاستياف لدى الكثير من رواد البحر بالمهدية لازلت الاستعدادات جارية لتنظيف الشوارع والشواطئ برنامج الاستثمار السنوي لبلدة مهدية لـ 2017 وقع تخصيص بنمته لاقتناء أليات ومعدات النظافة بقرابة 720 ألف دينار إجراء العديد من الاستشارات وتكليف مقاولين إلى جانب تكليف مقاولة خاصة بالتنظيف الشاطئ الرملي في السياحة هذائيون سجد تأخير بالنسبة لوكالة تهيئة الشريط الساحلي بالنسبة لتخصيص المقاولة اللي مفروض أنها تنطلق خلال شهر جوان في تنظيف الشاطئ بالنسبة لأبال ككل عام تدخل بمناسبة 100% على الشواطئ العمومية والسياحية بولاية المهدية بالنسبة للتنظيف الشواطئ السفقة مزلت في طار الدبويمون والتكنيك ولا ممكن انتهت المفيد إن شاء الله فقرب وقت نبدأه في التنظيف الآلي تأخر تدخل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي هذه السنة على مستوى التنظيف الآلي للشواطئ سهم في عرقلة عملية إزارة الكثير من الفضلات التي حاولت البلدية تدارك جمعها باعتماد مثل هذه العربات هو الحقيقة يلزم ندخله في أقرب وقت رأيه الأمور اللات معناها مستعجلة الشط معناها الصحيحية معناها حاولنا كبلدية نتجاوزه لكن يلزم فهم تدخل آلي عن طريق معناها آلة الغرب لهذه وفي إطار معناها الصفقة متاع الأبال وخاصة للتأخير متاعها يلزم نقاو حلول معناها عاجلة لتفادي الإشكاليات الموجودة في الشاطئ أو من المقترحات معناها أن المقاولة الموجودة حاليا في ولاية مستير يقوم على الأقل تدخل وإلا اثنين في شاطئ المهدية يكون معناها موسم سياحي بخدرة الله ناجح وهم عملوا حملة تنظيفه كلك لكن ما مستنسين يهبطوا التركتور اللي ينظف بلاياجه كلك ما هبطش تبقى لو كان المواطن يعاون شوي معناها إن شاء الله البلدية توقفوا المواطنين يضروا بايلة مزادة على الأقل جمعة الخارج كيف يشيروا لقاو حاجة نظيفة ومشمعة التوريز مكسرير كيف كيف كي تعدمنا هنا من قوشك الأخوصاء وكل باب سم لوحة واحد ومحارنا يشوفوا معناها عنا بحر مصر يعني بيعشق شط نطعنا كيف كيف وفي انتظار التدخل العاجل للتنظيف الأليل الشواطئ الذي تتكفل به سنويا وكالة حماية وتهيئة الشرط السحلي مع التعويل على وعي المواطن تبقى المهدية في انتظار عشاق البحر وتأمين موسم صيفي ناجح إذن المهدية أخر محطتنا الإخبارية لهذا اليوم مشاهدينا نذكركم بأبرز ما ورد في النشر من العنوين مع اشتداد درجات الحرارة عديد الجهات تشكل انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتساؤلات متى ستوضع أو سيوضع حد لهذه المعاناة القيروان في رقادة بؤر تلوث أفسدت جمالية المكان وأرقت المواطن في انتظار حملات نظافة ناجعة تهيئة الشواطئ بالمهدية عمل متواصل ينجح الموسم السياحي وخلق ظروف الصياف مريحة ونذكركم ومشاهدين أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسي تيفي نقطة طيان ضمت في رعاية الله إلى اللقاء